يصل أبو محمد النازح من العراق لمنزله في سلقين غرب إدلب وربما يكون تواجده اليوم آخر زيارة يودع فيها الجدران التي شققها الزلزال المدمر المنزل آيل للسقوط في أي لحظة وربما قد يهدم قريبا من قبل الفرق المختصة حاله حال مئات المنازل التي ستهدم خوفا من أضرار سقوطها مع تواتر الهزات الارتدادية نحن كنا متنقلين من مكان للمكان وقلنا نستقر فاضطرنا أنه نشتري بناء ونعمر وعمرنا وصار الزلزال فأثناء الزلزال انتهت هاي العمارة والحمد لله أنه الله سبحانه وتعالى نجانا وهاي أكبر نعمة فضيلة بس احنا شردنا النوب على الخياب تفاقمت معاناة العوائل العراقية النازحة إلى إدلب كثيرا عقب حادثة الزلزال يحاول علي بما يمتلك من مهدات بسيطة أن يجهز خيمته اليبيت فيها وأسرته بعد أن تضرر منزلهم أيضا وقد يكون أوفر حظا ممن لم يستطع تأمين خيمة دؤو عائلته حتى اليوم تشير الإحصاءات الرسمية لوجود أكثر من 600 عائلة عراقية نازحة إلى إدلب متوزعين في مناطق متفرقة جلهم تضرروا بشكل كبير بعد الزلزال ومع دخول فصل الصيف ستزيد معاناتهم في خيام لا تقيهم حر أشعة الشمس الملتهبة مصطفى الخلف لقناة رافدين أريف أتلب